اشتركوا في القناة وعواتي لكل من له مكانة في قلبي لكل من أحببته في الله لكل من دعا لي دعوة في ظهر الغيب زادكم الله من فضله ورزقكم ما تتمنون وأكثر وأسعدكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لكم ورفع قدركم وجمعني وإياكم ووالدينا وأحبائنا في الفردوس الأعلى من الجنة جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم القمر موجود في منزلة المؤخر لغاية ما بعد منتصف الليل وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و29 دقيقة من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الخميسة على الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلام والصلاح طبعا القمر بما أنه رح يكون أغلب الوقت لغاية ساعة المساء المتأخرة من مساء يوم الجمعة في برج الحوت وبعدين بدي ينتقل للحمل فما رح نذكر تأثيراته يعني ما رح نذكر توقعاتنا اليوم انتقاله للحمل فقط للحوت وحلقة الغد رح يكون للحوت والحمل لأنه الانتقال رح يكون بتوقيت جرينيتش عند منتصف الليل الجمعة على السبت فما رح نذكره إلا في حلقة الغد بما أن القمر موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بغسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة برضو ظهرت على الساحة هي من المفروض أنها زاوية ممتزجة ولكن أنا بشوف أنها بتميل للنحوس أكثر من سعادتها وهي زاوية التقابل ما بين الزهرة وما بين أورانوس هاي تأثيراتها من اليوم اللي هو أربعة أحداش ولغاية يوم سبعة أحداش ذروتها يوم خمس أحداش في تمام الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج فعشان هيك من يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة أو فيها مشاحنات إنهم ينتبهوا بالفترة هاي لأن هاي العلاقات ممكن تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين الشمس وما بين عطارد وحكينا يوم أمس أن هاي تأثيراتها لغاية يوم أربعة عشر أحداش طبعا ذروتها يوم ثمانية أحداش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترات الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين الشمس وما بين الزهرة طبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم خمس أحداش هاي تعطينا النظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم ستعاش أحداش هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ماه واحتمال الوقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعندنا أول زاوية وهي في ساعات منتصف الليل هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي دروتها الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل هاي اللي الخميس على الجمعة يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات ظهيرك يوم الجمعة هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدور منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي ما بين القمر وما بين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 و33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعة الفجر ولغاية العصر هاي زاوية بتعزز أو بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء دروتها الساعة 3 ودقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وهذه الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل في هاي الفترة أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام ساعة 34 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين القمر وما بين المشتري وهاي آخر زاوية رح تكون قبل خلو المسار يعني هاي رح تكون الساعة 10 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية فجر يوم السبت طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة 10 و4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و6 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الحمل يعني الساعة 11 و6 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بتوقيت الأردن رح تكون الساعة وحدة و6 دقائق بعد منتصف الليل الجمعة على السبت فعشان هيك يقولنا أنه ما رح نذكر تأثيرات الانتقال على الأبراج فهاي الساعة اللي هي تقريبا مدتها ساعة اللي ما بين الساعة 10 و4 دقائق و11 و6 دقائق هاي فترة سلبية دعانها كله مسار هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وحكينا أنه الساعة 11 و6 دقائق القمر بنتقل وباستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وما هذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في هذه الفترة في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا شراء أمور إلها علاقة بالطاقة أو حتى إدخال قصة شعر تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا ما رح نذكر تأثيراته في برج الحمل فبظل من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل الليل القادمة التأثيرات على القدمين وعلى أصابع القدم الغد النخامية الغد الصناوبرية هرمون الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألم فعشان هيك منشعر بالألم أكثر من المعتاد وهرمون الميتالونين وهو هرمون المساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي بصير فيه نوع من أنواع الأرق أو القلق أو حتى الكوابيس والأحلام الغير مفهومة بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل وهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لا إزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 6-11 رح يبدأ في تمام الساعة 10-29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي أي يعني صباح يوم الأثنين الساعة 15-14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره 10 أيام في تمام الساعة 1-21 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بصير عمره 11 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-1 هو الآن سعيد بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% القمر في الحوت وفي ساعات المساء المتأخرة بدي ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل لغاية يوم 7-11 هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات ما بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بصير يعني تقريبا نقدر نحكي منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح برجع سعيد بنسبة 30% بعدين في ساعات الظهر برجع منتحس بنسبة 10% ويكمل باقي النهار منتحس 10% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 30% والزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس الآن بنسبة 40% وفي ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 15% المريق في الجوزاء طبعا بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو رح يسيطر عليكم التعب لليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في برج الحوت وطبعا هو رح يظل ساعات المساء المتأخرة مساء يوم الجمعة أو حتى ما بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا تشعر الطاقة أحسن ولكن من هذه الفترة ويوم الجمعة اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية بده يتوجه لا فحص أو علاج حاول أنك تأخذوا قسط كافي من الراحة بتحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوز مخاوف ما لها أي أساس عشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة أو أشياء يعني ممكن أنها تأثر عليك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء بتتغير بشكل أو أحسن لأن القمر رح يوصل عندك وهذا إن شاء الله في حلقة الغد رح نتكلم عنه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بيظل النشاط الاجتماعي هو المسيطر خلال أيام هاي فخلال هذا اليوم وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وعلاقاتكم مع أصدقائكم بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة ولكن بتكونوا تحافظوا على نفسيتكم وتقلبات المزاج عندكم لأن القمر الآن بيقترب من بيت متاعبكم فعشان هي كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر كل ما وجدت أن طاقتك بلشت تضعف وبلشت تفقد السيطرة وبلش نوع من أنواع الوهن أو فقد الطاقة عندك فبدك تكون حذر وحاول أنك خلال هذا اليوم تتخذ أي قرارات حاسمة وابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيظل هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم اليوم تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بالشعبية وبتكون أعمالكم أسهل من الشيء المعتاد عليه وبتكون ميسرة وممكن أنك تحقق نجاح شخصي خلال هذا اليوم ولكن بيظل القمر موجود في بيت السمعة فعشانك ما في ذاعي لا للمغامرات ولا المجازفات ولا لاتخاذ قرارات ممكن تكون بعكس المتوقع أو الطموع فعشانك حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان خلال هذا اليوم وحاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف ارتجالي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع اللي بيعطيكو طاقة عالية جدا عن مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والامتحانات الجامعية وحتى السفريات وتعزيز العلاقة مع الأجانب ولكن أهم شيء أنه اليوم تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة عندكم أحلام لها علاقة إما بالسفر أو بعلاقة ما بينكو بين أشخاص خارج البلاد برضو اليوم هذا مناسب للقيام بمشاريع كبيرة ولكن حاولوا أنكو اتناقشوها أو تستشيروا أهل الإختصاص في هذا الموضوع على أساس أنه ما ينحسب بشكل سلبي عليكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الثامن لغاية ساعات المساء المتأخرة فعشان هيك طيلة اليوم بيظل التركيز كله على الأموال المشتركة أو ترتيب أو إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي بتتعلق في بنك أو ضريبة أو تأمين أو ممال الزوج أو أموال الإبن أو أي أموال مشتركة يعني معك شريك فيها فعشان هيك اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة فعشان هيك تنتبه على أموالك من الإصراف والدفعات أو حتى من المجازفات المالية واليوم لا تكفى الحد ولا تضمن حد ورح يزيد اهتمام نسبة كبيرة من مواليد برج الأسد بالأشياء الغامضة أو الروحانيات أو الكتب الخيالية برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك اليوم جيد للتواصل أو لتعزيز العلاقة مع أحبائكم أو مع شركائكم الأجواء مشجعة ممكن تعززوا العلاقة ما بينكم بين بعض أو يكون فيه نوع من أنواع المصالحات ويعتبر هذا يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقاتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي ولكن بظل القمر بما أنه موجود مقابلكم فطاقتكم بتكون ضعيفة وبما أنه القمر موجود بالحوت احذروا من الوسواس والتفكير السلبي وبرضو ابعدوا عن المشاكل قدر الإمكان برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا التركيز كله رح يضل خلال هذا اليوم على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتجدوا أنه العمل بتراكم أو انشغالاتكم كثيرة أو مراجعة بعض الأعمال أو حتى ممكن تخذوا العمل معكم للبيت يعني يضل مشغولين في هذا الموضوع أو ممكن يتراكم عندكم بعض الأعمال فتضطروا العمل ساعات إضافية أهمش أنه اليوم برضو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم من بعض التقلبات نظموا وجباتكم الغذائية واخذوا قسط كافي من الراحة رح تجدوا نوع من أنواع السهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية ولكن زي ما حكينا بتنجز الأشياء المهمة بعدين بتنتقل للي بعدها على أساس أنه ما تتراكم الأعمال أو ما يضيع الوقت بشكل سلبي برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية ودعم بقوة لأن القمر ما زال موجود في البيت الخامس اللي بدعمكم على مستوى الحظ والعاطفة والأمور المالية الأجواء جيدة وحتى لتعزيز العلاقة ما بينكم وبين أحباكم أو أبنائكم ممكن يصير في بعض القنخ حول صحة أحد الأحبة أو مشكلة لأحد الأبناء تنشغل فيها ولكن تعتبر هاي فترة فيها بعض الحظوظ وتقوى من خلال هذا اليوم علاقاتكم العاطفية وفي نوع من أنواع البهجة فأهم شيء أنه في ساعات المساء المتأخرة تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات وما في داعي برضو للمجازفات خلال هذا اليوم رغم أنه اليوم جيد جدا ولكن بدك تنتبه برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم بينصب اهتمامكم برضو حول إدخال تعديل على مسكنكم والاهتمام بأمور البستن الأجواء جيدة على المستوى العائلي وتعاونكم أو تعاونهم معاكم وحياتك العائلية فيها نوع من أنواع الاستقرار اليوم الأجواء جيدة ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة إما بعطل منزلي أو الاهتمام بمشتريات ترتبات أعمال منزلية أو حتى ممكن مشكلة عائلية أو مناسبة اجتماعية عائلية تهتم فيها بشكل كبير أهم شيء أنك ما تقصر وابعد عن أي خلافات منزلية أو حتى انتبه أثناء العمل داخل المنزل من مصاريف لزيادة أو من بعض الإصابات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم نشد جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وأيضا الإقناع لكن تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن أثناء تنقلاتكم رغم أنه علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وبتكون فيها كثير من الفائدة وبتستفيد في علاقاتك مع محيطك وتعتبر الأجواء جيدة جدا على مستوى الإقناع الترويج لسلعة المشاركة بامتحان أو باجتماع أو بمؤتمر أو بدورة أو حتى بعلاقاتكم ما بينكم بين الإخوة والجيران بتدعمكم بشكل قوي ولكن بدون عصبية وبدون انتقادات وبدون حدية الطباع وانتبهوا أثناء تنقلاتكم بالسيارة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيتركز كل الأمور على المكاسب المالية فاليوم بيفتح فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بيتكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة اليوم الأجواء أسهل من الأيام الماضية بالتعامل الاقتصادي أو الأعمال التجارية أو الأعمال اللي بتتعلق بالأمور المالية اليوم ممكن تحصلوا على بعض الأموال أو الأرباح اللي بتجي على شكل هدية أو داعم أو نوع من أنواع الاهتمام بالفواتير يعني في أجواء مالية جيدة ممكن تجيكوا حتى ردود على بعض الأمور اللي كنتوا نشطين فيها أو المشاريع اللي بترغبوا فيها ولكن الأهم تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ومن المصاريف اللي ماء الهداعي برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة والأجواء جيدة جدا وطاقتكم عالية جدا اليوم أنتوا أكثر نشاط وحيوية بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ما رح تقضي اليوم فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي ولكن ما تترك الوسواس هو اللي يسيطر عليك ورغم أن الأجواء إيجابية وداعمة حتى أنه اليوم رح تشعر أنه طاقتك عالية جدا وملفت للانتباه حتى للجنس الآخر فسهل جدا أو يعني إشي عادي أنه الجنس الآخر يتغزل فيك هذا اليوم أو تسمع كلمات الطراء فطاقتك عالية طاقتك العاطفية برضو ممتازة وعلى المستوى النفسي أنت أفضل من الفترة الماضية بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلا لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر